اشتركوا في القناة على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من صار على منهاج دعوتهم إلى يوم الدين أما بعد السادة الأئمة الفضلاء الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألتقي بكم في حصة أخرى من حصة هذه المادة المنيفة مادة السيرة النبوية الشريفة لنواصل الكلام إن شاء الله تعالى عما يتعلق بمشاهدها ووقاعها وما يمكن أن يقطف من دروس وعبر وعضات وقبل أن أعرض بين أيديكم مشهد اليوم يجمل التذكير بأمر إخاله مهما فيما يتعلق بدراسة السيرة النبوية الشريفة إذ أن قراءة السيرة ملهمة بالنسبة للمسلمين عامة وبالنسبة للمبلغين على وجه الخصوص لما تتضمنه من قيم ومبادئ وتوجيهات ربانية بها تتحقق سعادة الناس وبها ينتظم أمرهم ولذلك فإن المفتاح الأساس للتعامل مع السيرة هو أن نعظم صاحب هذه السيرة أن نعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن سيرته ليست كأي سيرة من سير الناس وإنما هي سيرة رسول مرسل ولذلك لا ينبغي أن نتعامل معها باعتبارها أحداثا ومشاهدا ووقائع فقط وإنما لابد من استحضار هذا المعطى الذي يتعلق بتعظيم صاحب هذه السيرة بتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هنا يتحقق الاستنان المنشود والاقتداء المطلوب مشهد اليوم يتعلق بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف كما نجد في كتب السيرة النبوية لا يخفى على شريف علمكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يدعو الناس إلى الصراط السوي ويبشرهم بالمشروع الجديد واجه تحديات كثيرة ووجد في طريقه من قاوم هذا المشروع الجديد الذي بشر به وقد كان إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب وزوجته خديجة بحيث إنهما كان يخففان عليه مما يعانيه ويقاسيه من غلة قريش ومن شدة قريش لكنه في عام واحد انتقل إلى ربهما سبحانه وتعالى فاشتد الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد أذى القرشيين في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم قرر الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أن يغير المكان وأن يقصد الطائفة وهو يبحث عن قوم ينصرون دعوته ويكونون إلى جانبه فيما يتعلق بهذا المشروع الجديد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وهو يقصد إلى أن يجد كما قلنا من ينصره في ذلك المكان لكنه وجد عكس ما كان يقصد فقد استقبلوه شر استقبال وحرشوا عليه سفهاءهم وصبيانهم حتى إنهم آذوه صلى الله عليه وسلم ولذلك النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وجد في قلبه شيئا مما وقع له وكان إخشى من أمر واحد وأن يكون ذلك بسبب غضب ربه سبحانه وتعالى عليه خفل النبي صلى الله عليه وسلم راجعا وفي مكانه آوى إلى ظل شجرة فدع ذلك الدعاء المشهور الذي نحفظه جميعا وبالمناسبة فهذا الدعاء تكلم فيه المحدثون لكن شرط المحدثين لا ينبغي أن نستحضره في دراسة السيرة النبوة الشريفة إذ أن السيريين يتساهلون في قبول المرويات والأخبار على خلاف منهج المحدثين الذي يعتمد التثبت والتحري الشديدين في تقويم هذه المرويات وفي تقويم هذه الأخبار آوى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ظل شجرة فقال ذلك الدعاء المشهور الذي فيه اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي أعود بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك أو يحل علي صختك لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك هذا دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المكان الذي ارتاح فيه بعدما نجى مما تعرض له من أولئك الذين كان يظن بهم خيرا ولكنه وجد غير ما كان يظن وهذا الدعاء جدير بالدراسة والبحث وسنواصل الكلام إن شاء الله تعالى عنه في الحصة المقبلة إن شاء الله تعالى هذا باختصار ما وقع على رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ما أن أذكر بعض الجزئيات المتعلقة بعودته وما شاهده ومع من التقى إلى غير ذلك من الأمور التي لا يسمح الوقت بالإتيان عليها لكن السؤال المطروح الذي هو على شرطنا فيما يتعلق بدراسة السيرة النبوية ماذا يمكن لنا نحن معشر المبلغين أن نستفيد من هذا المشهد العظيم إن هناك قضايا كثيرة وهناك دروسا عديدة يمكن أن نأخذها من هذا المشهد العظيم ومن ذلك ما يتعلق بعلو همة المبلغ ويقينه بمشروعه التبليغين هذا الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم عندما وجد الأذى الشديد بين أهل قريش ووجد الحصار الكبير بين قومه وأهله قرر أن يغير الوجهة بحثا عن عصابة تنصره وبحثا عن قوم يؤيدون مشروعه لم ييأس الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقنط وإنما ظل بهمته العالية وبأمل كبير يبحث عن الحلول الناجعة ويبحث عن التدابير المناسبة من أجل أن ينشر دعوته وأن ينجح مشروعه الذي بشر به الخلق وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المبلغ في هذا الزمان لا ينبغي أن يتأثر بالتحديات والمعيقات التي يواجهها في طريقه وإنما عليه أن يكون ذا أمل وذا طموح في سبيل نشر دعوته وفي سبيل أيضا أن يبلغ الناس مهما كانت الظروف ومهما كانت الملابسات إنها همة عالية إنه تفاؤل إنه إيمان بنجاح هذا المشروع ولذلك على المبلغين اليوم أن يأخذوا الدرس العظيم من الرسول العظيم من أجل النجاح والفلاح فيما يتعلق بالدعوة وفيما يتعلق بالتبليغ أما المستفاد الثاني الذي يمكن أن نأخذه من هذا المشهد العظيم فيتعلق برحمة المبلغ بالمبلغين هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عان ما عان من قومه وعان ما عان من الذين قصدهم بحيث إنهم آذوه بحيث إنهم منعوه من أن يحدث الناس وأن يبلغ الناس ولما رجع كانت هناك جملة من الأشياء التي تؤكد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول حق وأن الله تعالى إنما هو معه فلذلك جاءت جملة من المبشرات في الطريق ومن ذلك ما يتعلق بإسلام عداس ذلك الغلام النصراني ومن ذلك ما يتعلق بأن جبريل عليه السلام أخبره أن الله تعالى يقول له إن أردت أن يطبق ملك الجبال الأخشبين على أولئك الذين صنعوا له ما صنعوا فإن ذلك سيكون بإذنه سبحانه وتعالى كان من الممكن أن ينتقم الرسول صلى الله عليه وسلم منهم وكان من الممكن أن يطلب ربه سبحانه عز وجل أن يعذبهم ولكنه رحيم لأنه اكتسب هذه الرحمة من الرحيم الرحمن ولأنه جاء ليرحم الناس وليشفق الناس وإنما كان جوابه وأنه طلب من الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله تعالى وحده ولا يشرك به شيئا إنها قمة الرحمة قمة الشفق على الخلق وهذا يقتضي من المبلغ أن يكون على هذا النهج النبوي الكريم في أنه ينظر إلى ما عند الله وهو أعظم وأكبر في أن يرحم خلق الله وأن لا يستسلم لما تمليه عليه نفسه من حضوض النفس ومن الأشياء التي هي من قبيل الانتقام وغير ذلك من الأمور التي ينبغي للمبلغ أن يترفع عنها لأنه يرتبط بالله سبحانه عز وجل دين الإسلام دين الرحمة دين الإسلام دين الشفق على خلق الله تعالى ولذلك ناسب أن يكون أمر التبليغ مبنيا على الرحمة بالخلق على الشفقة على خلق الله وذلك من خلال التخلق بأسماء الله تعالى ومنها الرحيم الرحمن المبلغ الحق هو الذي يستحذر هذا المعطى لأنه يريد للناس أن يتفيأوا ظلال الخير والفضل يريد للناس أن يذوقوا هذه الحلاوة حلاوة الإيمان وحلاوة الهداية أما المستفاد الثالث الذي يمكن أن نأخذه من هذا المشهد العظيم فيتعلق بأن رضى الله سبحانه عز وجل هو غاية المبلغ الحق المبلغ الحق هو الذي ينبغي أن يضع بين يديه أنه يريد أن يصل إلى هذه المنزلة السامية وهذه المكانة الغالية وهي أن يرضي ربه سبحانه وتعالى ولا يمكن أن يكون كذلك إلا إذا خلص نفسه من الشوائب المختلفات والشائنات المتنوعات بأن يكون أمر تبليغه مبنيا على الدعوة إلى الله ولا شيء سوى الدعوة إلى الله ولذلك قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ قال ربنا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا آخَرَ مِنْ قَبِيلِ الْهُدَى أو من قبيل الصلاح أو من قبيل الاستقامة لأن الناس من شأنهم أن يختلفوا في الاستقامة والصلاح والهدى لكن لا يمكن أن يختلفوا في الدعوة إلى الله ولذلك قال الله تعالى إلى الله ولم يقل شيئا آخر سوى لفظ الله للدلالة على أن المبلغ ينبغي أن يخلص في دعوته وينبغي أن يتحرر من هواه وأن يتحرر من نزواته وشهواته بحيث لا يكون أمر تبليغه منصرفا إلى هوا المتبع أو إلى فئة معينة أو إلى غرض مادي زائل وإنما غرضه الأساس هو أن يرضي ربه سبحانه وتعالى كما نجد في هذا الدعاء العظيم الذي استمعنا إليه عندما قفل النبي صلى الله عليه وسلم راجعا من الطائف عندما قال أعود بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك في هذا الدعاء إشارة إلى أن الغرض الأساس والمرمى الرئيس الذي يقصده المبلغ إن بغي أن يكون لله وبالله وفي الله إذا كان الأمر كذلك فلا شك أن تبليغنا سيثمر ولا شك أن دعوتنا ستزهر وبالتالي سنصل إلى التي أقوم وسنكون إن شاء الله تعالى كما أراد ربنا وكما ارتضى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يهدينا للتي أقوم أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر